بسم الله الرحمن الرحيم لأن عزيزي طالب درسنا في هذه الحصة هو في نشاط إحكام موارد المتعلم وتفعيلها موضوعنا هو دراسة سند شعري للشاعر أحمد شوق ونهدف من خلاله إلى أن تتدرب على الإجابة وفق نمط البكالوريا وأن توظف مواردك وتفعيلها في تحليل النصوص الأدبية عزيزي طالب أحمد شوقي هو شاعر لا يقل أهمية عن محمود سامي البارودي من حيث مساهمته في إحياء الشاعر العربي في العصر الحديد فماذا تعرف عنه؟ أولد أحمد شوقي بالقاهرة سنة 1869 تعلم بالمدارس ثم التحق بكلية الحقوق سافر إلى فرنسا لدراسة الحقوق والآداب بعدها عاد إلى مصر ليعمل بالترجمة في قصر الخديوي إسماعيل الذي مدحه في قصائده فصار شاعرا للقصر ولما قامت الحرب العالمية الأولى نفي إلى إسبانيا وهناك قال أعذب شعره الوجداني عاد إلى الوطن مع أحداث ثورة 1919 وانضم إلى الشعب وعبر عن آلامه وآماله فصار أقرب إليه وإلى الأمة بيع أميرا للشعراء في ملتقى للشعراء سنة 1927 وهو أيضا رائد المصرحية الشعرية العربية توفي أحمد شوقي سنة 1932 يقول شوقي في إحدى قصائده التي قالها في المنفى اختلاف النهار والليل ينسي أذكر لي الصبى وأيام أنسي وسلى مصر هل سلى القلب عنها أو أسى جرحه الزمان المؤسي كلما مرت الليالي عليه رقى والعهد في الليالي تقسي مستطار إذا البواخر رنت أول الليل أو عوت بعد جرسي راهب في الضلوع للسفن فطن كلما ثرن شاعهن بنقسي يا ابنة اليم ما أبوك بخيل ما له مولعا بمنعي وحبسي أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنسي نفسي مرجل وقلبي شراع بهما في الدموع سيري وأرسي وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي وهفى بالفؤاد في سلسبيلا ضمأ للسواد من عين الشمسي شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخلح السي الآن لنتعرف على معاني بعض المفردات الوالدة في الناس التي تيسر عليك فهمه هذه المفردات هي أسى مستطار رنت عوت ثرنا شاعهن الدوح ارسي السلسبيل السواد نقص وجرس إذن أسى هو فعل ماضي بمعنى عالج ومنها ما ورد أيضا لفظة المؤسي أي المعالج مستطار من الفعل طار ويعني بها مفزوع ومضطرب رنت أي أظهرت صوتها أما عوت فصاحت كالذئب الجرس هو الصوت الخافد والنقص هو الدق وهو صوت الناقص شاعهن أي ودعهن الدوح هو الشجر العظيم أرسي فعل أمر بمعنى استقر السلسبيل هو الماء العذب أما السواد فهو الضواحي الآن إليك مجموعة من الأسئلة حول البناء الفكري للنص السؤال الأول ما العلاقة بين موضوع النص والحالة السياسية والاجتماعية التي يعيشها الشاعر لموضوع النص علاقة وطيدة بما عاشه الشاعر في تلك الفترة من حياته فهو تصوير لمعاناته الشوق والحنينة إلى أرض وطنه الذي أبعد عنه قهرا إلى بلاد المنفى في إسبانيا من قبل الاستعمار بعد أن كان حرا مكرما فيه اشرح معنى البيت الثالث يقول الشاعر في البيت الثالث كلما مرت الليالي عليه رقّة والعهد في الليالي تقسي في هذا البيت يقول الشاعر أنه كلما مر الزمن وهو بعيد عن وطنه زاد قلبه رقة من شدة تعلقه به وشوقه إليه رغم أن المعروف عادة أن مرور الزمن وبعد العهد يؤدي إلى قسوة القلب ويساعد على النسيان الآن أنظر الأبيات السادس والسابع والثامر وتقنية النصر كما تعلم هي أن تحول الأبيات إلى نصر بأسلوبك الخاص مع التخلي عن قيود الوزن والقافية إذن أبيات التي نريد نصرها هي قول الشاعر يابنة اليم ما أبوك بخيل ما له مولعا بمنعي وحبسي أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس نفسي مرجل وقلبي شراع بهما في الدموع سيري وأرسي إذن إذا نصرنا الأبيات نقول أيتها السفينة مع هدن البخل في البحر الذي تجري فيه فلماذا هو مغرم بسجن وإبعادي أيحرم وطني من أبنائه في حين هو مأوى للغرباء من كل الأجناس إن نفسي مضطربة كقدر وقلبي متجه إليه كشراع فيا أيتها السفينة سيري وقفي بهما في بحر من دموع سؤال موالي إذن في القصيدة بيت صار يجري مجرى المثل في التعبير عن التعلق بالأوطان فما هو البيت وما تعليقك عليه البيت هو قوله وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي يصرح الشاعر في هذا البيت أنه حتى لو كان في جنة الخلد ستبقى نفسه متعلقة بوطنه تهفو إليه وهي مبالغة شديدة فلا مجال للمقارنة بين الوطن والجنة التي لا وجود فيها للأوطان لكن ما خفف من شدة الانتقاد الذي وجه لشوقي بسبب هذا البيت هو وجود لفظة لو فقد قال لو شغلت بالخلد عنه سؤال موالي لأن بعض الأبيات من هذه القصيدة تم حذفها للاختصار هل أثر الحذف واضح؟ ماذا تستنتج من ذلك؟ النص هو مقطع قصير من قصيدة طويلة تصل إلى نحو مئة بيت ومع الحذف الذي تم للاختصار لا نلاحظ اختلالا في المعنى لأن الشاعر اعتمد على وحدة البيت سائرا في ذلك على نهج القدامى ونعني بوحدة البيت هو أن يستقل كل بيت بمعناه عما سبقه أو لحقه من أبيات أحمد شوقي شاعر معجب بفحول الشعر القدامى إلى حد المحاكات أي التقليد هل ترى في النص ما يدل على ذلك؟ علل مستشهدا بما تذكره من الشعر القديم نعم يبدو واضحا في النص سير الشعر على خطى القدامى ومن مظاهر محاكاته لهم اختياره لافتتاحية مألوفة في الشعر القديم وهي مناجات الصاحبين وهذا كما فعل مرء القيسي في قصيدته التي مطلعها قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحومي وأيضا كما فعل أبو تمام في قصيدته التي مطلعها يا صاحبي تقص يا نظريكما ترى يا وجوه الأرض كيف تصور ومن حيث اللغة نجد لغة شوقي جزيلة قوية استمدق موسها من التراث القديم مثل الصبا أسا جارسون الدوح أرسي وغيرها أما الموسيقى وزنا وقافية فقد صار فيها الشاعر سير البحتري في سينيته المشهورة التي مطلعها صنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدى كل جبسي آن عزيزي طالب نمر إلى مجموعة أخرى من الأسئلة التي ندرس من خلالها البناء اللغوي للقصيدة سؤال أول أعرب الألفاظ ينسي في البيت الأول البواخر في البيت الرابع ووطني في البيت السابع إذن الفعل ينسي هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره لأنه معتل الآخر والفاعل ضمير مستطير تقديره هو والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ اختلافه لأنه يقول اختلاف النهار والليل ينسي أما كلمة البواخر فهي فائل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لفعل محذوف يفسره ما بعده تقديره رنت البواخر والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليها لإذا لأن الجملة إذا البواخر رنت أما لفظة وطني في مطلع البيت السابع فهي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهو مضاف أما الياء المتصلة به فهي ياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه الآن نلاحظ في النص الكثير من التقابلات في المعنى استخرجها وبين أطرها في المعنى من التقابلات في النص الليل والنهار ينسي واذكرا رقى وتقسي سيري وأرسي وهي كلها طباقات إجاب إضافة إلى المقابلة في قوله أحرام على بلابله حلال للطير من كل جنس وكلها ساهمت في تعميق المعنى وتوضيحه أكثر الآن استخرج من النص جناسين وبين أطرهما في الكلام نجد في النص الجناس التامة بين سلا وسلا في البيت الثاني حيث يقول وسلا مصر هل سلا القلب عنها أما الجنس الناقص فنجده بين ينسي وأنسي في البيت الأول عندما قال اختلاف الليل والنهار ينسي أذكر لي الصبا وإيام أنسي وهو ما يعتبر أيضا تصريعا والتصريع هو أن يوافق آخر الشطر الأول آخر الشطر الثاني في مطلع القصيدة وكلاهما أي الجناس والتصريع يضفيان نغما موسيقيا ملفتا في القصيدة الآن وظف الشاعر مجموعة من الأساليب الإنشائية استخرج ثلاثة أساليب مختلفة وبين أغراضها البلاغية نجد في البيت الثاني أمرا في قوله أذكرا للصبا غرضه الالتماس وفي البيت السادس نداء في قوله يابنة اليم وفيه استعطاف أما في البيت السابع ففي قوله أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس استفهام يدل على التعجب والاستنكار من المستعمر الذي أبعده عن وطنه وجعله مأوى للغرب نحظ أن النص حافل بالصور البيانية التي لها وظيفتان جمالية ومعنوية اختر ثلاثة صور مختلفة واشرحها مبينا بلاغتها من الصور الواردة في النص التشبيه البليغ في قوله نفسي مرجل حيث حذف الشاعر أداة التشبيه ووجه الشبه ليسوي بين المشبه والمشبه به إذ جعل نفسه في مرتبة القدر ليوضح حالة الغليان العاطفي التي عاشها وقد نقلت الصورة المعنى من حالته المجردة إلى صورة مادية محسوسة ومن الصور أيضاً الكناية في قوله ابنة اليمي وهي كناية عن موصوف هو السفينة التي دل عليها بميزة ارتباطها بالبحر كما نجد أيضاً المجاز المرسل في قوله سلا مصر حيث جعل مصر مكان أهلها مجازاً والعلاقة بينهما كما هو واضح هي محلية وفي ذلك تشخيص للمعنى ثان سؤال آخر أترى أن لموسيقى النص علاقة بالمضمون والحالة النفسية للشاعر أم هي نتيجة لمحاكاة القصيدة القديمة لا يمكن إنكار محاكاة الشاعر لسينية البحتري في الوزن والقافية كما لا يخفى أيضاً مساهمة القافية وحرف الروي وهو السين المهموس إضافة إلى وزن الخفيف بإيقاعه في الكشف عن الحالة النفسية التي عاشها الشاعر من خلال الرنات الصوتية الحزينة الآن قطع البيت الأول وبين التغيرات التي ضرأت على بحر الخفيف ثم حدد القافية وسمي حروفها إذن البيت الأول نتذكره هو اختلاف النهار والليل ينسي أذكر للصبا وأيام أنسي إذن إذا قطعناه نحصل على التفعيلات التفعيلات فاعلات متفعل فاعلات 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 متفعل فاعلات التغيرات التي وقعت هي تفعيلة مستفعل تحولت إلى متفعل إذن نلاحظ حذف الثاني الساكن من التفعيلة ويسمى هذا التغير زحاف الخبن قافية البيت هي أنسي حروفها هي الروي وهو السين الوصل وهو الياء الآن وصلنا إلى الوضعية الإدماجية إليك هذا الموضوع الحنين إلى الأوطان والأحبة هو أهم مضامين شعر المنفى تناول هذا الموضوع في فقرة مبينا عوامل هجرة الشعراء وعلاقة المنفى بشعر الحنين إلى الأوطان إذن لتكتب هذا الموضوع يمكن أن تستأنس بهذا التصميم ففي المقدمة يمكن أن نتحدث عن أسباب نهضة الشعر في العصر الحديد أما في العرض فيمكن أن نتطرق إلى الأفكار ملبسات هجرة الشعراء علاقة المنفى بشعر الحنين إلى الأوطان تحليل شعر المنفى فكرياً وعاطفياً وأسلوبياً أما الخاتمة فيمكن أن نتحدث فيها عن طور شعر المنفى في النهوض بالشعر العربي الحديث فهن هكذا عزيزي الطالب نكون قد أنهينا درسنا الذي نتمنى أن تكون قد استفدت منه لتجيب عن أسئلة البكالوريا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر